موسيقى على أقول السواحل من بجاية حتى للقالة نعرف بعض الغيوم منطيرة كدت احتمال بعض القطارات على أقول أقصى الشرق الجزائري على المناطق الداخلية على الجنوب الكبيرة جواء صافية مشمسة ومستقرة أما بنسبة درجة الحرارة الدنيا المرتقبة لصباحات الغد دان دائما جو بارد راح تكون ربع درجة تحت الصفر على الهضاب العليا مجهة الجلفة البيض واحدة على كل مدن الأوراس درجة واحدة تحت الصفر على قسنطينة على سوق هراس درجة واحدة مجهة زيوزو ثلاثة على كل مدن الداخلية الغربية ونفس المقياس على السواحل الغربية درجتين على العاصمة وست درجات على كل السواحل الشرقية هذا أذكر مع فجر الغد بحول الله تلدرجة على راح تكون على الصورة ربع من جهة غردايا خمسة على الواحد ونفس المقياس على إليزيين أميناص ربع من مرتفعة الهوغار وطاسي ستة في أقول وسط سحراء واحدة مجهة أدرار وارغان مشاهدنا اذن عموما جو جميل صافي على كل مناطق بلدنا نعرف بعض الصحب الخفيفة ستكون على السواحل الشرقية وكذا الوسطى تكون بدون فعالية كذلك الصحب من الناور العالي والمتوسط ستكون مجهة إليزي عين أميناص دائما بدون فعالية ودائما في الموعد زوابية رملية في صحراء الوسطى دائما بفل الرياح لتكون قوية محليا فالحضر مطلوب أما بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى المرتقبة لظاهرة الغد إذن عموما ستكون 16 درجة على العاصمة وضواحي إذن ارتفاع في درجة الحرارة مقارنة بالأيام اللي فاتوا من سلوس 17 درجة على وهران على كل السواحل الشرقية 15 على كل المدن داخلية الغربية 14 على النبع على سكيك داب جاية والقالة 12 تزيزو في البورا وبرج بوري ريد 11 من جهة قسنطينا 10 على البيض مشرية ونعمة 20 صفرات 9 درجة على الجلفة 8 كمقياس على كل مدن الأوراس من جهة باتنا 5 لأريس 1 على الصيف والعلمة 18 درجة على بوب صحراء المموما توصل 19 من جهة الواحة 22 في وسط صحراء على عين الصالح على تيميمون وعلى أناكور ونفس المقياس في بنعباس واتاب البلا 25 راح تكون على تندوف 23 في أدرار و25 كذلك في رجان 21 على مرتفعات الهوغار والتصلي وعلى إليزي 31 فاخصة الجنوب الجزائر على بورج بجي مختارعين الزواطين أما بالنسبة الملحة والصيد البحري إذن البحر عموما راح يكون قليل إطراب إلى مطارب قليل إطراب إذن والمرصب المهيدي حتى العوانة سرعة رياح تكون 20 حتى 30 كم في الساعة ومن العوانة حتى القلع يكون مطارب إذن سرعة رياح تفصل حتى 40 كم في الساعة هذه الرياح تكون بإتجاهات مختلفة نخدمها كالعادة مشاهدينا بالمعلومات الفلكية لنهال غدة تولتاء خمسة في شهر فيفغي 2019 الشرق والغرب على العاصمة وضوحها إذن شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة مشاهدينا مفقا لغي نقولكم إلى اللقاء